فتح أفريقيا أو إفريقيا وما وراءها والمقصود بفتح إفريقيا وما وراءها يعني بلاد تونس وما وراءها من بلاد الجزائر كان من مقاصد حملة عمر بن العاص رضي الله عنه لفتح برقة وطرابلس وبقية مناطق ليبيا فتح البلاد وإزالة الطاغوت الروماني من قلوب العباد حتى تتضح لهم السبل وتفترق لهم الطرق وتصبح حرية الاختيار في متناول تلك الشعوب بعد تلك الحملة المباركة التي كانت سببا في دخول نور الإسلام إلى تلك البلاد التي كانت تعبد الأصنام وتتقرب إليها بالقرابين وتتخذ البشر أربابا من دون الله فجاء الإسلام ليخرج أهل تلك البلاد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جول الأديان إلى عدل الإسلام بعد عمر بن العاصر رضي الله عنه لما تولى عبد الله بن سعد بن أب السرح إمارة مصر قام عبد الله بن سعد بن أب السرح بحملة على إفريقيا في سنة 26 للهجرة وكان عبد الله بن سعد بن أب السرح يرسل جرائد الخيل يعني الخيل المجردة الخيل السريعة فتغزو بلاد إفريقيا وتنهب منها وتغنم وتعود وكانت هذه الخطة هي خطة عمر بن العاص سابقا فسار على نفس الخطة عبد الله بن سعد بن أب السرح كان عبد الله بن سعد بن أب السرح يرسل إثر الكتائب تغير على أفريقيا تونس وتغنم منها وترجع وكانت تلعب دور كتائب الاستطلاع التي تعتبر مقدمة للجيش وعيونه مع الأيام تجمعت عند عبد الله بن سعد معلومات كافية عن أفريقيا مداخلها ومخارجها وقواتها وعداد جندها وموقعها الجغرافي فكتب في ذلك إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان يستأذنه في فتح أفريقيا وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد منع المسلمين من غزو أفريقيا خوفا من أن يضحي بالجيش الإسلامي الذي كان جديدا على أرض الشمال الأفريقي وكان جديدا على مصر فعندما وصل الخبر إلى عثمان جمع كبار الصحابة واستشارهم فوافقوا على ذلك وانضم إلى هذه الغزوة عدد كبير من الصحابة ومن شباب أهل البيت رضي الله عنهم جميعا ومن أبناء المهاجرين الأوائل ومن الأنصار وخرج إلى هذه الغزوة الحسن والحسين وابن عباس وابن جعفر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه وسارت قبيلة مهرة في ستمائة رجل وقبيلة غنث في سبعمائة رجل وقبيلة ميدعان وقد اهتم الخليفة شخصيا بهذه الغزوة فقد مول من ماله الخاص ألف بعيد يحمل عليها ضعفاء الناس أرسلهم إلى مصر ووصلوا إلى مصر وانضموا إلى جيش عبد الله بن سعد بن أبي السرح يعني الخليفة أرسل ألف بعيد من ماله الخاص وتبعهم أولاد المهاجرين وأولاد الأنصار وعدد من كبار الصحابة وعدد من آل البيت رضي الله عنهم جميعا كلهم انضموا إلى عبد الله بن سعد بن أبي السرح في معسكر الفستاط وبلغ عدد الجيش الإسلامي عشرين ألف واخترق الحدود المصرية الليبية ووصلوا إلى برقة فلما وصلوا إلى برقة انضم إليهم عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه وسيكون له خبر طويل لاحقا في أيام الفتوحات الإسلامية في العهد الأموي هو الذي فتح الشمال الإفريقي والأندلوس وتجهوا فيما بعد إلى طرابلوس ومن طرابلوس دخلوا على إفريقيا والمقصود بإفريقيا كما قلنا هنا تونس ووصل عبد الله السير إلى إفريقيا وبث طلائعه وعيونه في كل ناحية حتى وصل جيشه إلى مدينة سبيطلة وسبيطلة الآن في وسط تونس ووصل إلى سبيطلة بأمان والتقى جيش المسلمين بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح بجيش البربر مدعوم بالرومان وكان قائد الجيش يسمى الملك جرجير وكان عدد جيش المسلمين 20 ألف بينما كان عدد أعداء الإسلام 120 ألف وكان بين عبد الله بن سعد وجرجير اتصالات مستمرة ورسائل متبادلة فحواها عرض الدعوة الإسلامية على جرجير ودعوته للإسلام والإسلام لأمر الله عز وجل أو يدفع الجزية ويبقى على دينه خاضعا لسيادة الحكم الإسلامي وإلا فتكون المعركة لكن جرجير استكبره وجنوده فضاق الأمر بين الطرفين ونشبت المعركة بين الجمعين وحمية الوطيس وبقيت المعركة عدة أيام حتى وصل للمسلمين مدد بقيادة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه فبعد أن طال الجهاد وكان البربر قالهم أمداد المتصلة يعني ظهرهم للجزائر والمغرب وبلاد البربر الكبيرة ولهم أمداد أما المسلمين فبعدون عن أرضهم وبلادهم الآن وصلوا قريب من تونس وأرضهم في الجزيرة العربية وأولئك بلادهم متصلة متشعبة والقتال طال جدا فتكلم عبد الله بن الزبير واستأذن من عبد الله بن سعد بن أبي السرح وقال له يا أيها الأمير لو تسمح لي بأن أقوم بعملية استشهادية عملية فدائية فسمح له قال فذهب قال اجعل مجموعة من الناس يحمون ظهري فحموا ظهر عبد الله بن الزبير قال فنظر إلى ملك جرجير وكان راكب على برذون وله جاريتان تظللانه بريش الطواويس فذهب إليه متسللا حتى إذا كان قريبا منه انقض عليه عبد الله بن الزبير وقتله بعد أن اقتحم صفوف البربر ومعه من الرومان فلما قتله كبر عبد الله بن الزبير فكبر الجيش وانهار جيش البربر ومن حالفهم من الروم وانقض عليهم جيش المسلمين قال وفروا كفرار القطى والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم ويأسرونهم وانحلت عقدتهم وركبهم المسلمون بعد ذلك إخواني الكرام بعد أن انفرط عقد البربر وانهزموا وقتل الطاغية المستكبر جرجير على يد عبد الله بن الزبير رأى الروم الذين بالساحل ما حل بجرجير ورأوا كيف سقطت مدينة صبيطلة فغارت أنفسهم وتجمعوا وكاتب بعضهم بعضا على حرب عبد الله بن سعد بن أبي السرح ثم بعد ذلك خافوا منه فرسلوه وعرضوا عليه الأمان على أن يدفعوا له ثلاثمائة قنطار من الذهب فوافق على ذلك وبعد ذلك وصلت الكتائب الإسلامية إلى منطقة قفصة ودخلت منطقة قفصة في حوزة المسلمين ثم سير عبد الله بن سعد عسكا إلى حصن الأجم وصالحه أهل أفريقيا واغتنم عبد الله بن الزبير ابنة الملك جرجير أصبحت جارية عنده إذن هذا الحديث عن فتح بلاد تونس وإفريقيا ترجمة نانسي قنقر